السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المفكرين بما أنكم كائنات مفكرة فكروا معي يا طرى النهر بيتكون إزاي هنركب مركب ونبحر به في النهر ونعمل رحلة استكشافية نهرية ونتتبع بمركبنا أجزاء النهر من أول ما المطر بينزل على قمة جبل أو هضبة وده هو منبع خروج مية النهر العزبة وإحنا ركبين المركب شوفنا مية المنبع وهي بتنزل من على أعلى الجبل وبتكون كذا جدول مائي صغية أو بنسميها روافد النهر وإحنا دلوقتي مركبنا وقفة في أحد روافد النهر والمركب مشي بينا في الرافد النيلي أو ممكن نقول عليه الجدول المائي الصغير وفضلنا ماشيين لحد لما الروافد النيلية الصغيرة أو الجداول المائية دي اتقابلت مع بعض وكونت النهر الكبير ومركبنا دلوقتي ماشي في النهر الكبير طيب يا ترى النهر الكبير ده بيصب بقى في النهاية في النهر الكبير بيصب ميته العزبة في النهاية في مسطح مائي أكبر بيسمى مستجمعات المياه اللي هو ممكن يكون خليج أو بحر أو محيط وبيكون ميتهم ملحة والمنطقة اللي بيتم فيها التقاء المية العزبة اللي هي مية النهر بمية الملحة اللي هي مية الخليج أو البحر أو المحيط بتسمى مصب طيب دلوقتي تقدروا تقولولي ما هي مستجمعات المياه مستجمعات المياه هي المنطقة أو مساحة من الأرض اللي بتتجمع فيها المياه من مصادر متعددة اللي هي روافد النيل يعني أو بنسميها الجداول المائية الصغيرة وكلها بكده بتتجه مع بعض في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة محددة وهي المسطح المائي الكبير اللي بنسميه زي ما أنا قلت بحيرة أو ممكن نسميه خليج أو محيط أو بحر أو منطقة منخفضة من الأرض بتتجمع فيها المياه دلوقتي بقى عايزين نعرف تأثير تدخل الإنسان في مستجمعات المياه اللي هي اتكونت في النهاية خالص ده كلام تقيل شوية بس لما نشرحه هنلاقيه بسيط جدا يعني وإحنا ركبين مثلا المركب بتاعنا إحنا كبشر ممكن نأثر بطريقة سلبية مش كويسة على روافد النهر اللي جاية من المنبع روافد النهر بتتجمع في النهر الكبير وبعدين بتصب في مستجمع المياه اللي هو البحر أو البحيرة وبمثال أكثر وضوح هنشرح فيه خريطة مستجمعات المياه يعني لما أحد الركاب اللي ركبين في المركب يرمي في مية النهر قمامة أو زبالة أو مخلفات ملوسة في روافد النهر فمية روافد النهر العزبة دي هيحصل لها إيه هتتلوس وبالتالي مياه روافد النهر الملوسة دي هتصب كلها فين بقى في النهر الكبير فتصبح مية النهر الكبير برضو هي كمان إيه ملوسة وفي النهاية مية النهر الكبير هتصب في مستجمعيات المياه فتصبح مستجمعيات المياه هي الأخرى إيه ملووسة نجي بقى للتحليل والاستنتاج من أي خريطة مستجمعيات المياه هنلاقي الاستنتاج رقم واحد إنه تتأثر لمسطحات المياه في اتجاه المصب بما يحدث في المنبع نظراً لاتصال مياه لمسطحات المياه مع بعضها لأن كل مسطحات المياه متصلة مع إيه مع بعضها خلاص كده فدلوقتي لو حصل اي تلوث في المنبع او في اي رافض من الروافض ففي الاخر برضو التلوث ده هيحصل فين في النهاية اللي هو فين في المستجمعات بتاعة المسطحات المائية انتاجنا ايه كمان رقم اتنين ان الانشطة اللي احنا بنقوم بيها في مياهنا في مياه النهر يعني يمكن ان احنا ان هي تؤثر فيه الاشخاص والنباتات والحيونات اللي بتعيش على جانبي مجرى النهر فعند حدوث تلوث بالقرب من احد روافض النهر ينتقل التلوث عبر جداول المياه ثم الى مستجمعات المياه انا ممكن اسمي مكان تصريف المياه في النهاية بالمسطح المائي المشترك اللي هي مستجمعات المياه يبقى خريطة مستجمعات المياه قدرنا نعرف منها ان اي تلوث هيحصل في المنبع او في الروافض هيأثر فيه مستجمعات المياه في الاخر طب نقدر كمان برضو نستفيد منها في ايه الخريطة دي نقدر نستفيد منها في كيفية القيام برحلة على مركب زي ما احنا شفنا دلوقتي الرحلة اللي احنا عملناها الاستكشافية او كيفية الحصول على مياه صالحة للشرب لان طبعا مية النهر دي انا دلوقتي هستفيد منها في ايه احنا دي مية حلوة وعزبة لانها غير ملوثة هنشربها طب هنستفيد منها في ايه كمان ان احنا ممكن نخزنها ازاي عن طريق السدود طب احنا ممكن نستفيد من مية النهر العزبة دي في ايه كمان ان احنا هنسقي بيها النباتات والارض بتاعتنا علشان النباتات تنمو وتكبر وبعدين ناخد منها السمار بتاعتها ونقلها دلوقتي عايزين نعرف يعني ايه كلمة الموارد الطبيعية هي موارد موجودة في الطبيعة وبيستفيد منها الانسان خلاص زي ايه بقى الموارد الطبيعية دي زي مثلا مصادر المياه المتعددة اللي احنا قلنا عليها قبل كده زي الانهار والبحار والمحيطات والبحيرات وكمان عندنا زي النباتات والاشجار والطربة زي الرياح والشمس طيب الموارد الطبيعية دي نقدر نستفيد بيها بحياتنا اليومية ازاي نقدر نستفيد مثلا من الاشجار ناخد الخشب بتاع الاشجار ونصنع منه الورق او الاثاث بتاع المنزل طب وايه كمان منتجات النفط اللي هو البترول اللي بيبقى موجود تحت الارض ممكن استفيد منه ازاي ممكن اخد منه المنتجات بتاعته واعمل منه منتجات بلاستيكية زي مثلا الكراسي البلاستيك وترابيزات البلاستيك وكمان بيستخدموا فيه انتاج الكهرباء طب وعندي ايه كمان من الموارد الطبيعية قدر نستفيد بيها منتجات حيوانية ونباتية زي ايه بقى النباتية والحيوانية دي زي مثلا القطن دو يعتبر منتجات نباتية والصوف كمان دو يعتبر منتجات حيوانية طيب وهنستفيد منها ازاي ان احنا بنصنع منها الملابس طيب احنا كبشر يجب علينا ان احنا نحافظ على الموارد الطبيعية دي عشان نقدر نستفيد بيها طب نحافظ عليها ليه حتى يكون لدينا ما يكفي عندما نحتاج اليها طب طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية نحافظ عليها ازاي او نحميها ازاي عن طريق ان احنا نخصص منطقة مثلا من الاراضي ونخصصها انها ونسميها منطقة محمية لا يتدخل بها الانسان ابدا او ان احنا نستخدم الموارد الطبيعية دي ببطء حتى لا يؤثر ذلك عليها في المستقبل فتفضل برضو موجودة والعملية دي بنسميها الاستدامة طب انا عندي بعض الامثلة على ازاي الانسان بيستنزف الموارد الطبيعية يعني ايه استنزف الموارد الطبيعية يعني الانسان بيستهلك الموارد الطبيعية دي بطريقة مسرفة ازاي ندي امثلة عشان نفهم اكتر ناخد مثال رقم واحد وهو اسمه الصيد الجائر للأسماك يعني ايه الصيد الجائر للأسماك يعني نحن نستطيع الاسماك زيادة عن حاجتنا بصورة كبيرة جدا وذلك من قبل مين الانسان طبعا هو اللي بيستطيع والنتيجة الكده بيؤدي الى ندرة الاسماك وقلة فرص الصيد طب المثال التاني وهو الاستخدام المفرط لمياه الابار يعني المياه الموجودة تحت الارض طب والسبب في كده ايه ان استهلاك مياه الابار بصورة كبيرة اصرع مما يمكن تعويضه من ايه من نزول الامطار وتجددها ونتيجة كده بيحصل ايه يؤدي ذلك الى نفاذ المياه وجفاف الابار طب المثال رقم ثلاثة عندي وهو الافراط في قط اشجار النباتات طبعا دوان شيء مسرف جدا وبيؤدي الى ايه الاضرار بالبيئة طب السبب ان الانسان بيعمل كده صناعة الورق والاتاث وغيره وعلشان كده قطع اشجار نباتات الغابات بصورة اصرع من نموها مرة اخرى وتجددها ونتيجة لذلك يؤدي الى ندرة الاخشاب وطبعا دي هتؤدي الى ايه ان احنا ما نقدرش نستفيد من الموارد الطبيعية لان احنا اللي عملنا ايه ده اصرفنا في استخدامها واستنزفنا الموارد الطبيعية ويجب الحفاظ على الموارد عن طريق استخدامها بعناية اكبر طيب بعد كل الاسراف في استخدام الموارد الطبيعية دوان والاضرار بيها يمكن استعادة البيئة مرة اخرى ايه ويمكن استعادة البيئة الى حالتها الطبيعية مرة اخرى عشان الانسان يقدر يستفيد بيها طب ازاي بعد التدهور اللي حدث لها ده بالسبب الانشطة البشرية استعادة البيئة وتصحيح الضرر الذي يلحق بالبيئة نتيجة النشاط البشري مثل الجهود المبزولة في البحر الاحمر للتخلص من النفايات البلاستيكية التي تضر الشعاب المرجانية ومن اهم الطرق للحفاظ على الموارد الطبيعية رقم واحد حماية الموارد رقم اثنين الاستدامة طب يعني ايه حماية الموارد يجب حماية الموارد الطبيعية عن طريق الحد من الوصول الى الموارد او استخدامها حماية الموارد الطبيعية عن طريق تقصيص مناطق محمية من الارض زي محمية رأس محمد في جنوب سيناء ومحمية واجي الحيتان بالفيوم لمنع استنزاف الموارد واستهلاكها بدون داعي انا هاخد امثلة تانية على تلوث وتدمير الموارد المتجددة زي ايه مثال رقم واحد وهو حرق الموارد غير المتجددة زي بالضبط ببوز التربة بتاعتي اللي بتنمو فيها النباتات بموت النباتات والحيوانات ازاي انا دا باخد النباتات وبقطع وعمل منه فحم او البترول خلاص بيؤدي ذلك الى تلوص التربة وموت النباتات والحيوانات وايه كبير مثال تاني قطع الكثير من الاشجار بدون ديع يؤدي الى تدمير الغابات وازالتها رقم ثلاثة هبوب الرياح والمياه المتدفقة اللي بتجري بسرعة جدا بيؤدي دول لنقل التربة من خلال التعرية طب احل المشاكل بتاعتي دي ازاي عن طريق انا قلت انا عندي حلين ياما حماية الموارد ودعب يكون عن طريق المحميات الطبيعية ياما عن طريق الاستدامة طب الامثلة اللي انا قلتها دي هتتحل عن طريق الاستدامة طب ما هي الاستدامة هي استخدام الموارد الطبيعية دي بس ببط بطريقة لا تؤثر سلبا في طوافر هذا الموارد مستقبلا يعني لما اجي استخدم الموارد بتاعتي دي ما استخدمهاش بكسرة وافراط لا أستخدمها ببطء عشان ما تخلصش معايا طيب ويتطلب استخدام الورد بطريقة مستديمة إدارة أساليب استخدام المورد ندي مثال على الاستدامة مثلا لو أنا عندي فيه مزرعة فيها أبقار والأبقار دي بتأكل الوجب الموجود في الحقل الاستخدام غير المستدام لو أنا تركت الأبقار بتأكل جميع الوجب بدون وعي قبل أن ينمو عشب جديد سيف يؤدي ذلك إلى اختفاء الوجب وتتعرض الأبقار للجوة الشديد لو أنا عايزة أحافظ على العشب بتاعي هستخدمه بطء وهستخدم الطريقة بتاعتي اللي هي الاستدامة إزاي بقى الاستخدام بالمستدام أترك الأبقار بتاعتي ولكن فيه مساحة من الأرض توفر لها كميات كافية من العشب يعني تأكل من مساحة معينة وأترك مساحة أخرى بحيث يتمكن العشب من النمو مرة أخرى في المناطق الأخرى يعني ما خلصش كل المناطق أخذ منطقة صغيرة التي سبق استهلاك العشب منها وبذلك يكون الوضع مستدام يعني ما خلصش على العشب اللي عندي كله ولكن ببط والحفاظ على الموارد للحفاظ على الموارد يحتاج المجتمع للتحرك نحو استدامة الموارد وإن إحنا يجب أن نكون حريصين على عدم الإفراط في استخدام الموارد أو الحق الضرر بها لإن إحنا اللي بنستفيد بها طب بعض العوامل اللي بتؤثر في الاستدامة في عوامل بتؤثر سلبا بطريقة سلبية على الاستدامة زي رقم 1 الزيادة السكانية 2 الإفراط في استهلاك الموارد 3 التوزيع غير المتكافئ للموارد 4 التلوث البيئي والماء العزب مورد طبيعي مهم جدا ولكنه محدود محدود لي لإن بيعتمد عليه الإنسان وجميع الكائنات الحية الأخرى للبقاء على قيد الحياة يعني لازم يكون عندي طرق أخرى أجد بيها مياه عزبة إزاي؟ ممكن إن أنا أوجد مياه عزبة عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف لإستخدامها مرة أخرى وإحنا هنشوف ده عن طريق هذه التجربة هنقوم بعمل مرشح مياه لتحويل المياه الملوسة إلى مياه نظيفة صالحة للاستخدام طيب إيه الأدوات بتاعتي؟ الرقم واحد أجيب فحم 2 رمال 3 قراط من القطنة 4 مقص 560 تراب 7 زجاجة من البلاستيك بغطاء وساعتها من 52 ملي 8 وعاء من البلاستيك ساعته 350 ملي رقم واحد واثنين في خطوات التجربة هنحضر الزجاجة البلاستيكية لساعتها 250 ملي ونقص الجزء الصفلي من الزجاجة المياه ونثبتها بوضع مقلوب فوق وعاء بلاستيكي شفاب رقم 3 هنضع كرات القطنة في الزجاجة البلاستيكية لعمل طبقة بعمق 2 بوصة تقريبا رقم 4 هنضيف الفحم فوق كرات القطن رقم 5 هنضع كمية من الرمل فوق طبقة الفحم وهنصب عليها كمية صغيرة من الماء النظيف لترطبها رقم 6 هنحضر وعاء من الماء ونضيف إليه كمية من الطراب ونخلطهما جيدا لتحضير عينة مياه ملوسة رقم 7 هنسكب عينة المياه ملوسة في المرشح رقم 8 هنراقب عملية ترشيح عينة الماء الملوسة والمياه المفلترة الخارجة من المرشح اللي هي الزجاجة المقلوبة إلى الوعاء البلاستيكي الشفاف وده عامل بالزبط زي فلاتر المياه الموجودة في الحلمفيات بتاعتنا عن طريق إضافة طبقات من مواد مختلفة القطن والرمل والفحم لتعمل على تنقية وتصفية المياه من الطراب وعند وضع عينة المياه الملوسة في مرشح المياه هنلاحظ احتجاز الطراب بين الطبقات المختلفة والمياه الساقطة في ألواء البلاستيكي الشفاف مياه شفافة نظيفة مختلفة في لونها عن العينة الموضوعة في بداية التجربة